شكل قرار الحكومة البريطانية وضع حزب الله على قائمة الإرهاب قبل أكثر من عام مفاجأة في السياسة البريطانية القائمة فظل شرخ واضح بين الدول الأوروبية في موقفها من تصنيف حزب الله إرهابيا في شقه السياسي والعسكري على حد سوى غير أن القرار البريطاني شابه ثغرات قد تكون مقصودة من جانب بريطانيا حيث أن القرار يطبق داخل المملكة المتحدة فقط ما يعني أن أي بريطاني يتصل بممثلية الحزب أو أي منظمة أخرى مدرجة بالقائمة أي بقائمة الإرهاب في الخارج لا يقع تحت طائلة القانون حتى أنه في حال تم حضر منظمة معينة للاشتباه بها فأن صاحب المنظمة لا يرحل بين البلاد إن كان مواطن بريطانيا وهذا ما ترك هامشا من التصرف لحزب الله للاستمرار في عمليات غسل الأموال وأنشطته لا مشروعة في المملكة المتحدة ولكن من باب الجمعيات الدينية والمراكزة والمعاهد الثقافية ولكن قبل الغوص في كل هذه التفاصيل مشاهدين وفي أسماء الجمعيات المنتمية لحزب الله في بريطانيا دعونا نتعرف على مراحل تعامل الحكومة البريطانية مع الحزب قبل اعتباره إرهابيا فلنشاهد ترجمة نانسي قنقر دراسة حديثة أعدها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات وحصلت الحدث على نسخة منها تظهر قائمة من المؤسسات والرابطات والمراكز الثقافية التي تشكل غطاء واضحا لأنشطة حزب الله وإيران في المملكة المتحدة باسم الطائفة الشعية والدين وفي مقدمتها المركز الإسلامي في إنجلترا ICE برئاسة هاشم الموسوي والمفاجئ أن الأخير يعد ممثلا لعلي خامنئي في بريطانيا يعتبر المركز من أخطر المؤسسات التي تمثل النفوذ الإيراني في المملكة المتحدة وقد أثارت ضجة العام الماضي بعدما تلقت تحذيرا من الهيئة الرقبية للمنظمات الخيرية في بريطانيا وذلك لتنظيم المركز حفل تأمين لقاسم سليماني إذ أن القانون البريطاني لا يسمح للمؤسسات الخيرية بممارسة النشاطات السياسية هناك وللمفارقة بأن المركز الإسلامي لم يتم حضره حتى الآن في بريطانيا اسم آخر يبرز هنا وهو قاسم الجلالي الذي يدير مركز أهل البيت في وينبلي شمال شرق لندن وأيضا المركز الإسلامي في سيري والذي يقع في جنوب العاصمة البريطانية المركزان هما من الجمعيات الخيرية الشيعية في بريطانيا ويجمعان أموالهما من التبرعات والزكاة التي يدفعها المواطنون مع العلم هنا أن قاسم الجلالي هو من موليد النجف وقد انتقل للعيش في إيران ليستقر هناك قبل العودة إلى لندن اللائحة تطول وتطول لنصل إلى مجلس علماء الشيعة في أوروبا برئاسة علي رضا رضوي وفق المركز الأوروبي للدراسات ينظر للمجلس الناشط ببريطانيا كأحد أذرع إيران الناعمة التي استطاعت التغغل بعمق داخل المجتمع الإنجليزي تحته أي تحت المجلس الشيعي الأعلى بأوروبا يندرج العشرات من المؤسسات والحسينيات التابعة للمجلس المدعوم من إيران أبرزها مركز أهل البيت في بولتين في منشستر الذي يرأسه ويضع علنية الرقب الحساب المصرفي كما نرى في البريد الإلكتروني والموقع الرسمي له للتبرع بالأموال وكانت الرابطة الإسلامية هي أيضا تندرج تحت هذا المجلس أو ما يعرف بإنترناشنال إسلاميك لينك ومركز باب المراد اللافت أنه عند الضغط على الموقع الرسمي للرابطة الإسلامية يأخذنا إلى موقع جديد حول تأسيس المسجد الشيعي الأول في لندن باسم مسجد الإمام علي بل أكثر من ذلك حيث قام ممثل بشير النجفي في لندن ويضع قيل الغرافي بدعوة المسلمين للتبرع بثمانمائة ألف يورو لبناء المسجد وهو ما يطرح علمات استفهام عن استراتيجية التلاعب على الوطر الطائفي والمذهب الشيعي لتمويل إيران وأذرعتها في بريطانيا أيضا من الجمعيات المنتمية إلى إيران رابطة أهل البيت الإسلامية العالمية في لندن دائما وفق المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ومن المراكز الثقافية والدينية إلى الحسينيات ونقصد هنا حسينية رسول الأعظم في كريكلوت شمال لندن وحسينية الشيعى الاثنية عشرية في مدينة بريستول جنوب غربي إنجلترا كان هذا كل ما لدي زميلتي اللافت عند أعداد هذا التقرير بأن أغلب هذه الجمعيات تتخذ من اللغة الفارسية لغة رسمية لها ومن المستغرب واللافت كيف هذه الجمعيات تنادي بالرسالة الإسلامية التي هي أساسا رسالة سلام ولكن في المضمون هذه المجموعات ونعني حزب الله يقوم بأنشطة غير مشروعة وبعمليات غسيل أموال ومخدرات وعمليات إرهابية بالفعل ولافت أيضا الارتياح بالقيام بذلك بدولة مثل بريطانيا التي تحضره نعم يستغلون حرية التعبير في تلك الدولة شكرا جزيلا لك هاجر على كل هذه الإضاحات